نفس السيناريو بتاع السنة اللي فاتت يعني الاهلي اناerei فاكري السنة اللي فاتله وقدام ريال مديد عمل مطش جامل جد ضقيق فرص جد دائما ديك كتيرة جد فلامينجو ضليق فرص كتيرة جد جد والمطين بيخسر اربعة النهارده كان ممكن ان ت تصل لكده تلاتة واربعة عشان وفي الاخر التاريخ بيذكر ان faster خصف باربعة ورغم من الاهلي في ريال مديد فلامينجو السنة اللي فات إحنا وإحنا عاديين كده فاكرين كويس قوي إنه لها اللي يعمل شغل عظيم جدا أعرف يا كريم اللقطة بتاعت أنا شفت الفيلم ده فين قبل كده هو ده اللي حصل النهاردة. اللي مزعى الجميع شفت الماتش ده فين قبل كده شفت الفيلم ده فين قبل كده. اللي مزعى الجميع النادي الآلي إن نفس السيناريو ده هو اللي حصل في نفس بطولة كسر علم الأندية السنة اللي فاتت. بنفس كل حاجة لو ما نيجي نشوف اللقطات أوريك حاجة ما نيجي نستعرض الحالات بتاعت السنة اللي فاتت الأول نشوف المباراة بتاعت كانت ريال مدريد وبتاعة نادي الاهلي. كانت فيه في النفس برضو الخلام في دور الأربعة. النادي الاهلي ضيع نفس الكور. واحدة كانت تقريبا من محمد مجدي أفشل. واحدة من محمد عبد المنعم بدماغه. بص يا كريم قرأ أول ما نطب. نكمل الحالة بص كرب منتسلة وكتسالة جدا ونفس المسافة بص يا كريم الراجل محمد عبدالله ام داخل ام تضحى برا ولكن الفرصة اللي بعدها الفرصة الاشهر بتاعت محمد مجدي افشا نفس الكلام حسين الشاحات بيلعب مفيش حد مع افشا تماما نلعب الكرة بالعرض هتلاقي محمد مجدي افشا ام داخل وام شايت الكرة لبره لما نيجي بقى نبص على حالات النهاردة يا كريم هتيجي تبص هتلاقي دي نفس الكلام ده هو اللي هو هو اللي حصل السنة دي وهو نفس اللي عيبة النادي اللي كان بتلعب هو نفس السنة اللي محمد شريف كمان مبقاش موجود يعني القايمة السنفات كان فيها اتنين اتنين راس حاربة دلوقتي يبقى بش في غراس حاربة نشوف بقى الحالات اللي بعدها على طول بص بقى يا كريم هنا دي حالات الضغط بتاعة فلومننسي اه احنا ممكن يعني دي حالات الضغط بتاعة فلومننسي انا متكلم على الكرة التانية هاي دي اه بالزبط هنا اي اه بالزبط هنا كان في مشكلة كبيرة عند فلومننسي لما جينا نذاكره قبل البطولة قبل الموتش ان دايما فلومننسي في الراكلات الروكنية دايما سايبين مساحة كبيرة جدا نكمل بقى كرة احنا بنتكلم دي كانت اول فرصة تقريبا للنادي الالف شوتين. تقطعت من النادي الاهلي. علي معلول بمهارة كبيرة جدا. اول ما اخد الكرة رقص الرجل طبعا تفاكر الكرة دي لما عمل نفسه يباصي وعدى بالكرة. نكمل بقى الكرة. هيلعب لحسين الشحات. دي الفرصة اللي اللي جابها. حنا فيه نكمل بالكرة واحنا ماشيين. وزي ما انا بقولك هنا بقى كريم لحظة واحدة عاوزة اقف هنا ببساطة شديدة. يعني كنت بكلمك على الفردية اللي عند حسين الشحات وليس هجوما عليه. ولكن في الكار اللي زي دي لازم تبقى ليه غلاوة شوية. انت هنا حسين الشحات هو مصمم بنفس الطريقة. انه هو عاوز يقطع لبرة ويحط لوش رجل. كريم هنا بس لو 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 هدى رتمه. جزء من الثانية. لو طلع لبيرس تاو. نشوف الفريم اللي بعده. لو طلع لبيرس تاو. بيرس تاو هيكون انفراد. ولو طلع الناحية التانية. المحمود كهرابا هيكون انفراد. هو صمم. انه هو يخش لجوة. نكمل الانفريم واحنا بنتكلم. الرجل اما قاطم لجوة. امشايت الكورة. وكانت وحشة جدا. حالة تانية سريعة جدا. اكلمك عليها برضو. نفس الكلام هنا محمد شناو يلعب الكورة. كورة التانية هتنزل للعيبي النادي الاهلي. هنا بقى ديكو فرصة لبكلمك عليها. ان في فردية كبيرة جدا على حسين الشحات. كورة لما نزلت لعيبي النادي الاهلي. كورة الشحات. عاوزك تبص على الفريم اللي بعد. اوقف هنا بقى. بص امام عشور فين? يا سلام. لو تسلم لامام عشور واحدة بس وش رجله هتزغرط في الشبكة زي ما بيقولوا بلغة الكورة يا كريم. بص حسين الشحات اختار الحل الاصعب. في وسط الزحمة. قطم لجوة. والزاوية مقفولة. استحالة تيجي جون لان الحارس اقفل الزاوية. والكورة متطلع ببارك. ده اخب باك ده ما عرضهاش كان ده يعني يكنه شطها. لو عايزة تقبط فريق لأي حد وتخش. بالزبط. هو ده كان في تفكير حسين الشحات. اخر كورة معانا ايه? كورة برضو يا كريم من راكلة ركنية. كوبي بيست. نتلاقي بالكورة. تقطعت من لعبي النادي الاهلي. على طول ام ياسر ابراهيم طلحها. الكورة وسط لمرسل والنادي الاهلي خد برضو الكورة التانية. اماران عطيها. بص بقى يا كريم الكورة دي. الكهرابة خد الكورة. نكمل نكمل الحالات. بص يا كريم المساحة الكبيرة. بيرسي تاو طلع. حسين الشحات برضو. نكمل الكورة. بص بحسين الشحات. الكورة الطبيعية بتاعة النادي. اللي كلنا عارفنا. طلع علي معلول الكورة بالعرض جون. بص يا كريم بقى الحل الصعب. واحد اتنين تلاتة قدامه. هو عاوز يجيب جون زي بتاع الاتحاد. بس الموضوع مختلف تماما. انت لو جيبتوا الكورة بتاع الاتحادة تلاقي كان قدامه لعيب واحد بس مش تلاتة. لو طلع علي معلول. علي معلول بالعرض لامام عشور او لمحمود كهربا جون. فعشان كده بقولك انا شفت الفيلم ده فين قبل كده. نفس الكورة السنة اللي فاتت. هي هي الكورة السنة دي. وده يمكن يرجع كريم. لان مفيش راس حربة بمعنى راس حربة موجود جوة النادي الاهلي. هجي لك فرس الحربة دي في اخر الحوار هنتكلم فيها ان شاء الله.